فلو الإنسان حسب خسائره بالشكل ده في العلاقة اللي جاية اوعى بقى تدي مشاعر قوي اتقل بقى كده ويعني ايه خد حد يحبك أكتر فاللي هو برضو أفضل أقول أتقل إزاي يعني يعني المفروضة بعايز أقول حاجة ما قولهاش طب ما ده بيبان يعني بيبان عليك أن أنت متردد في حاجة غلط طب وانا لما هرتبط ليه مدام أنا مش أقول كلام حلو أو مش أبين مشاعري يعني ليه دايما نجاح العلاقة بيعتمد على أكتر حد أتقل يعني أنا لو أنا أتقل لو أنا ما بقولش مشاعر كلام كتير لو أنا مش مدلوقة فالعلاقة بتنجح ولا ده كلام أي كلام هنقول المفروض العلاقة تمشي إزاي المفروض العلاقة بين أي اتنين ما ينفعش واحد يدي أكتر من الثاني ماذا هنقسها دي بس هنقسها إزاي على قدر اللي بيجيني من حضرتك أنا اللي بيوصلي منك هدي أد بالظبط لو اديت أكتر أنا كده بقدم مكاسب للطرف الثاني على حساب خسائر أنا ما بحصلش وبالتالي العلاقة هنا هنرجع للميزان الأولاني مكاسب وخسائر اختل الحب أو العلاقات الإنسانية هي بتعتمد على الأخذ والعطاء رايح جاي لو واحد بيدي أكتر يصبح الطرف الثاني شايف أن ده حق مكتسب ليه طب ما أنت بتدي من غير مطلب فما تجيش تطلب بقى مني حاجة أنا مش مستعدة تديها أو أنا قريدي بحصل عليها من غير ما أتعب فيها فهو ده اللي بيعمل لي خلل فيه ميزان التوازن فيه أو التوازن فيه العلاقات الإنسانية مع الوقت واحد حاسس أنه هو مستنزف بيقايد له صابع العشر شمع زي ما بيقولوا والتاني عادي شايف أن ده شيء عادي مع الأخذ في الاعتبار أنه طريقة التعبير عند الست غير الرجل أيوة بالزبط يعني الست دايماً تحب تسمع كلام تحب مشاكل يعني يبقى فيه هدايا كلام لطيف هي بتحب تتكلم يعني الست دايما تحب تتعبر وتحب تتفنن في كلام الحب والمشاعر لكن الرجل بيستقبل والراجل العكس هو مش كلامنجي قوي إلا بقى الكلامنجي اللي هو دي شغلته ده مش عايزينه الرجل يحب الأفعال أكتر يعني يحب يبقى فيه تصرفات أكتر